السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء اليوم عندي لكم اجوبات على الاسئلة الديو لكم وكما كنقول لكم يعني سؤال واحد كي ادي لي اتقريبا الفيديو ولا النص في الفيديو وهذا الشيء كله يعني كان بغي نوصل وكان بغي لكم تستافدوا وتفيدوا ناس يستافدوا الناس وحدين اخرين معكم انتم يعني كان بغي نوصل لكم هاد الشيء بالتطقيق باش تديروا انتم ما ونجح لكم وتفيدوا به وحدين اخرين ان شاء الله الرحمن الرحيم وتبارك الله عليكم عندي سؤال اول السؤال يا الاخ محمد يقول فوقش سيكون موسم او موسم موسم يعني ديال جاني العسل وفوقش كيكون موسم او موسم 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 او موسم او موسم 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 او موسم طويلة الكاليتوس و الليمون نحل دخوله الليمون ونحل دخوله بالليمون ونحطه في الليمون يعني بواحد سمانه ولايج إذا أريد الإنسان يجيب العسل الحر يجب النساء الحر يجب العسان الحر وهو مضح سيمانة قضل في اليمون سيأخذ المحلول السكاري و تعطي العسان و يفصل السكال و يضغط و يضع المحلول السكري يجني العسل من العسلة لا يهضر مع الخلية التي هي الأم لا يحضر العسل من الخلية أولا دخلت الكاليتوس نفس الطريقة خلية عمرين فيهم حضنة فيهم حبوب اللقاح فيهم عسل تحت قدير عسلة قدير قرياج لارين باش مطلع لكش قدير عسلة قدير إطارات مخضومين قدخل بهم الكاليتوس لا تعطيش المحلول السكري يعني النحل ديالك عنده المخزون التحت قدخل الكاليتوس قدير عن حال يجيب ذلك الباراكة قدير تخرج من الكاليتوس تتحيد العسل العسلة العسل تمشي الطريقة قدير أختي العزيزة باش ما كيكونش عندك العسل اللي لك مغشوش هذي هي الطريقة باش كنخدمه كما قل لي يا واحد الأخ في التعليقات قل لي كيفاش انت الله يعدينا ويعدي ويعدي جميع المسلمين قل لي كيفاش انت كتقول عندك العسل الحر المحلوس السكواري وانتك تعطي المحلوس السكواري اخوان ديالي المحلوس السكواري داروري علش داروري محلوس السكواري كما قلت لكم قبل الانسان من اللي كيدخول يامات البرد اخوان داروري اخوان داروري map كما قل لي اخوان Estado بالحق وعنة اخوان كانت يتعلم المحلوس السكواري وعنة اخوان ويقوم بإديد نحل السكواري الأمر من اللي هي الليل السنة وكي بدأ يعطي الشمع الأساس راه داروري مل المحلوس السكري باش النحل كيبني لك الشمع بسرعة وكيدلق المالي كافية تبيض لك وكيعمرو لك الخاليات وكيعمرو لك الخاليات بالنحل وكيستغل قسمات وحدين أخرين وكيستغل عسل وحدة أخرى من اللي كيعمرو لك الخاليات يعني كتنشير شي مرعاك يكون عندك الخالية عامرة بالنحل كتتحط في المرعاك يجيب لاتيسير على حقاش عندك الشغالات موجودة اللي كتجلب النحل من برا وكتجلب العسل من برا إلا ما عطيتيش المحلوس السكري في هذا الوقت ديال البرد يعني من اللي كتحط المنحل ديالك بشي بلاسة وكتخليه بش يدور عليه العام الأخور إلا حطيتهم ويكتع ليهم ما بقاش تعطيه في أمات البرد من اللي غدي يبدأ شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة بش يكونوا الناس كيوجدوا الخاليات ديالهم اللي قسمة ويجيبوا بها عسل من جهة أخرى كتمشي للخاليات ديالك ما عطيهم شو المحلوس السكري ما طليت عليهم ما شتيهم كتلقى واحد كلاته تونية واحد ما تلك في مبجوع واحد رحال ما بقاش إذن الخدمة ديال العام كلها كتهرسها في الخدمة ديال شهرين ولا ثلاثة والطريقة أختي العزيزة وهو منين تبغي تدخل المرعاة ما تعطيش المحلوس السكري لنحاليها لك والله يصخر لك والإخوان أجمعين السؤال يا الأخ حكيم كيقول أنا عندي طرد في الخاليات جديد يعني طرد عاد شده جديد دوز شيامات يعني شيامات قليلة دوز لديه بيض في العيون السوداسية وكيربي له بيوت المالكة أخي العزيز هذا الطرد اللول اللي يخرج من الخالية هو هذاك هذه الخالية هذيك المالكة ديالو كتكون عيات يعني في الخالية اللي هي الأم قبل ما تخرج منها ومن اللي كتشوف رصها عيات أش كتدير كتعطي لورد للنحال يربي مالكات وكتكون الخالية عامرة بالنحال من اللي كيبدأ النحال يربي بيوت المالكات وكتبقى كيسد عليهم النحال وكتأكد هي بأننا نرى النحال الخالية ديالها ربات بيوت المالكات كتخرج كتخرج كتطلق واحدة الريحة بأننا ستخرج وكيتبعها النحال كيمشي معها كيتسمى طرد ولكن هي شرفات عيات ما بقاش فيها ما يخدم ما بقاش عندها الجهد ما بقاش عندها مهما شدتها انتا أو لا كيشتداشي نحال وكيدرها في صندوق هي كتكون ملقحة يعني هي الأمضي الخالية كتدير بيض كتبيض بيضات قلال منحة لكيشوف المالكة ما بقاش عندها الجهد ما بقاش عندها شي حكماء باش كتحكم عليهم يعني مات لها سلا اسميته ديالها يعني ما بقاش عندها الحكم كما كان قولو ما بقاش عندها ذاك الريحة اللي كتدور في الخالية ما بقاش عندها باش كتدير المسائل اللي نحال باش يسميته ما بقاش عندها جهد ما بقاش كتحكم ما بقاش عندها المهم تحاجة ما بقاش عندها شيري في الخالية كيشوفها مشات غادي تموت أولا كتموت كيربي بيوت المالكات أولا أخي العزيز طرد ديالك ملكتي كتعمرو في الخالية يعني بشي حركة قصة المالكة جرحتيها أو حتي لها شي جناه أو شي حاجة وبضطي هذا البيت قليل وربما أنه بيوت المالكات أو لن بعد ما كينش هادوا وقعوا كلهم كتبقى الطريقة انحل بغي 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 يربي مالكات جداد وهذه هي الطريقة أخي العزيز ديال طرد ديالك السؤال السؤال يالأخ الإدريسي كيقول بسؤاله أنا قصمت الخاليات ديالي وكلهم خرجوا لي أمهات الكاذبة ما يمكنش أخي العزيز قصمت الخاليات ديالك وفيهم الشروط ربما غتكونش لأم الكاذبة قصمت القسمة عطيت يا جوج حضنات مغلقة وحضنا مستوحة ديال 24 ساعة وإطار ديال حبوب وعسل وفيها الدكور وفيها الحادن اللي غيحدن لك على القسمة اللي قصمت مثلا شنو هي القسمة وهي الحادنة مغلقة وحادنة مفتوحة رغم عمر الأم الكاذبة تكون في الخاليات كلهم على الأقل غتكون وحدها جوج مشي مشكل ولكن باش تقول القسمات كلهم خرجوا لك الأم الكاذبة إلا شوف التاريخ اللي قصمت فيه فوق مشحل هذه باش قصمت اوم باش نعرف واش كين الأم الكاذبة ولغ المالكة بقى مك تبيت رح كين من الإخوان اللي كيشوف الدكور أكتار في الخالية والبيض باقي ما كينش كيقولوا رح الأم الكاذبة ما نقول الأم الكاذبة عدنا في الخالية حتى تعدى الخالية دينا إلى ما راقبناش ومعرفناش وماش نش نديرو حتى تعدى الخالية دينا 35 يوم ومالقي ناش حضنا مغلاقة وحضنا مفتوحة عادي يمكن لنا نقول الخالية دينا فيها الذكور فيها الأم الكاذبة عفوان لماذا الإخوان دينا أنا كنقول لكم ما تقسموا حتى تكون الخالية دينا في هالشروط كلهم ما هم الشروط نعود لكم وهو كتكون حضنا مغلاقة وحضنا مفتوحة وكتكون حبوب لقاح وعسل كيكون الذكور خارجين أو على وجه التفقيس وكيكون الجوع سخون كيكون الجوع يعني الوقت اللي نقسم فيه ما يكون البرد بزاف ومن اللي نقسم الخالية دينا ما نبقى كل نهار نمشي ونطلع عليها كتكون مراقبة كما قلت لكم في شهر في 6 يام بعد القسمة وكتكون في 11 يوم و12 يوم وكتكون في 14 يوم أو 15 يوم هذه هي لوقيتها مراقبة والأخلاق لا تزرب الخالية ونطلع ونطلع عليها ويضرب البرد كين البرد نطلع الخالية كين الساد نطلع الخالية هذا بدليل نمشي ونطلع الخالية لا لا مراقبة ونطلع ونطلع تبارك الله عليكم والله أحفظكم لي كما القاعدة إلى مرة أخرى إن شاء الله وباقي لي أسئلة وحدين أخرين وكما قلت لكم رأى أسئلة وحدة إلى جينا نوضحوها مزيان ونوصلوها مزيان رأى قديلنا تقريبا فيديو وتبارك الله عليكم والله أحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته